معنا الآن من خلال فريق العمل للتلفزيون المصرية في مدينة السلام لقاء مع زميلة ريهام أديب وهذا الحوار الحصري مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمري طلعات أهلا بحضراتكم مشاهدين على شاشة القناة الأولى بالتلفزيون المصري الفعليات الخاصة باليوم الأول لمؤتمر تغير المناخ كوب 27 هنا في مدينة شرم الشيخ ما زالت متواصلا اليوم هو اليوم الخاص بالافتتاح الرسمي لمؤتمر تغير المناخ بالأمس طبعا تابعنا الافتتاح الإجرائي لهذا المؤتمر المهم واليوم كان الافتتاح الرسمي وتوافد الرؤساء وأيضا قادة الدول ورؤساء الحكومات بنضاف أيضا إلى رؤساء الوفود ومختلف المنظمات الإقليمية والدولية فعليات كثيرة بيشهدوا هذا المؤتمر في توقيت بالغ الأهمية وبيشرفنا للحديث عن أهمية أنعقاد هذا المؤتمر هنا في مدينة السلام مدينة شرم الشيخ معلي الوزير عمر طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهلا بسيادتك يا فهندم مشرفنا على شاشرة التلفزيون المصري معلي الوزير الحياة يعني هذا المؤتمر له خصوصية أولا له رمزية أنه بينعقد في المدينة الخضراء مدينة السلام مدينة شرم الشيخ وسيد الرئيس النهاردة قال أنه بتتعلق بها القلوب والأنظار والعقول لأنه دائما ما تحتضن العالم في فعليات مهمة برأيك يعني كيف استطعت هذه المدينة مدينة شرم الشيخ أن تكون نموذج أمام العالم بأسره للتحول إلى الأخضر التحول إلى مدينة خضراء لكي تعطي نموذج أمام العالم بأهمية الحد من الأثار الضارة والسلبية للتغير المناخي والتحول إلى الأخضر حيث ما جرى في شرم الشيخ ومحافظة جنوب سيناء في الفترة الماضية استعداداً للمؤتمر أمر يدعو للإعجاب لأن كل جهات الدولة تضافرت جهدها وتناسقت أعمالها لكي تخرج مدينة شرم الشيخ اليوم كما نراها الحقيقة مدينة متألقة تستخدم الطاقة النظيفة في مختلف مرافقها وخدماتها أيضاً مدينة ذكية كل ما فيها من مرافق كدخول المؤتمر التعرف على فعالياته حجز وسائل النقل وارتيادها كل هذا يجري من خلال تطبيق شاركة وصدرات التكنولوجيا المعلومات مع جهات أخرى في بنائه لكي نقدم تجربة ممتعة ونجاحة لكل رواد المؤتمر أثناء قامتهم في مدينة شرم الشيخ نعم هذا المؤتمر بيحمل شعار معاً للتنفيذ وهذه هي الخصوصية التي تميز هذا المؤتمر برأيك كيف يمكن أن نصل إلى مرحلة التنفيذ الفعلي والواقعي من خلال تكاتف المجتمع الدولي بأسرة لأن يتم الالتزام تجاه الدول الأكثر تضرراً من الانبعاثات الضارة ومن الآثار السلبية للتغير المناخي أرى الحقيقة أنه إطلاق عبارة أو وصف أن هذه الدورة من المؤتمر المناخ هي دورة التنفيذ هي رسالة في منطقة قوة لأنه بالفعل تؤكد أن مصر معنية بالأفعال وبالأثر وليس فقط بمناقشات مهما بلغت قيمتها ولكن الأهم هو الأثر البيئي والأهم هو المردود من كل ما يبدل من مجهودات ومبادرات في سياق الأثر البيئي وتقليل الانبعاثات الحرارية وربما كلمة سيد الرئيس تعكس هذا اليوم لأنه حدد درجة ونص كهدف ينبغي أن يسعى كل العالم لتحقيقه أطلق عبارة ووصف أن هذه الدورة هي دورة التنفيذ ليكرس معنا أن المؤتمر قيمته وهدفه هو تحقيق أثر على الأرض أشكر رأسياتك شكرا جزيلا معالي الوزير وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات دكتور عمر طلعت شكرا جزيلا ودايما حضرتك بتشرفنا على شاشة القناة الأولى شكرا لحضرتك يا فنم ومشاهدين متوصلين مع حضرتكم في هذه التوطية الحية لشاشة التليفزيون المصري لكل ما يتعلق بفعليات المؤتمر الأهم والحدث الأهم الآن على الساحة المحلية وأيضا على الساحة العالمية مؤتمر تغير المناخ قابتون تي سافن الذي ينعقد هنا في المدينة الخضراء مدينة شرم الشيخ